أطلقت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية مبادرة مشروع نحو سكن صحي بيئي آمن للأسر الأولى بالرعاية والشباب المقبل على الزواج يأتي ذلك تحت مضلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموية بقرية كفر شبين بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية استهدف هذا المشروع تطوير مسكن 85 أسر ومخطط الوصول إلى 200 أسر بنهاية شهر يونيو 2024 نحن هنا في إطار تنفيذ مشروع نحن وسكن صحي بيئي آمن بتقوم بتنفيذ المشروع دوت في الهيئة القبطية الإنجيلية بالتعاون مع جماعية حماية البيئة وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بهدف أن احنا نوصل لتحقيق سكن صحي كريم للأهالي في الموجودة في قفر شبين الأسر أولى بالرعاية بنحاول نوصل لأن احنا نتحسين حالة السكن يبقى فيه خصوصية تأخذ السكن بين الأب والأم والأولاد يكون فيه تطوير لبيت نفسه من الاحتياجات من محارة زباكة كهرباء حاجة بتكون توفر بيئة صحية يبقى فيه وصلات مية صرف صحي سمعت عن مشروع الإسكن دوت أن هما بيعملوا مشروع يعني بنعمل كرد وبنقدم فأنا قدمت أن نعمل الشقة لبني والحمد لله نزلوا معاينة شافوا الشقة وعملت المشروع دوت وصرمقت ودهنت وجبت زباكة وعملت الشقة كلها وعملت كل حاجة وضبت الشقة كلها وقف على النقاشة بس والشين الأخران عملت كل حاجة فيها صراميك وكل